أكد الممثل عن منصة القاهرة جمال سليمان لأخبار الآن أن الهدف الرئيس من مباحثات جينيف التأكيد على أن مسار جينيف التفاوضي من أجل الحل السياسي في سوريا ما زال حلا ضروريا للسوريين لا يوجد توقعات كبيرة جدا من هذه الجولة من التفاوض لكن الهدف الرئيسي هو التأكيد على أن مسار جينيف التفاوضي من أجل الحل السياسي ما زال حي وما زال ضروري لنا كسوريين جميعا وهذا طبعا نتفق في معنى لماذا سقف التوقعات منخفض؟ بسبب المشهد الدولي والمشهد الإقليمي بسبب تعاقد الصراع بسبب تأثير القوى الدولية والإقليمية على الملف السوري بسبب تشابك الملف السوري مع ملفات أخرى غير سورية فكل هذه الأشياء تلعب دور كبير جدا نبني توقعات وتفاؤل عالي وكبير قد نكتشف في الأخير أنه مجرد أمنيات لا تقوم على حقائق ووقائع